لو قفزنا على فكرة الحقن المجهري وانه حل مشاكل كتير حدك متفق مع هذا الرأي لو واحد من علاجات التأخر الحملة او العقم عند السيدات يعني او تأخر بالضبط كده حرائت بص حرائتك احنا بنمر بثلاث مراحل لا يختلف عليها اتنين في موضوع تأخر الانجاب والعقم خليني بلاش اقول فكرة العقم لكن خليني اقول تأخر الانجاب وانا متفق مع حضرتك لان العقم والعقيم اللي هو الصعب ان يخلف صحيح لكن هناك اسباب عديدة لتأخر الانجاب التقدم العلمي على مدى العشرين تلاتين سنة اللي فاتت اتحلنا فرصة استخدام الطفال القربيب بالحقن المجهري التطور الخطير اللي حصل في الفترة الاخرينية خلى معدلات حدوث الحمل ونجاح اطفال القربيب بالحقن المجهري تقفز قفزة خطيرة جدا تصل نسبة الحمل بالحقن المجهري ما بين 35% على اقل تقدير وتصل الى 60 و70% على اقصى تقدير بس انا هقول لحضرتك حاجة المشكلة الاسئة في الحقن المجهري انه ابتدى يستخدم استخدام سيء يعني بالمعنى الاصح بقت استسهال كل واحد بيمر عليه سنة وسنتين بيستسهل ويعمل اطفال القربيب بالحقن المجهري اطفال القربيب بالحقن المجهري دي معمولة للحالات المتقدمة اللي حاولنا نعمل فيها علاجات خاصة بيئة العقل ولم ينتج عنها نتيجة بمعنى الذكر لا ينتج حيوانات منوية او الحيوانات منوية عددها قليلة جدا السيدة الطريق الذي يصل بين الذكر ما بين الحيوان المنوي وما بين البويضة وما بين الانسة مسدود زي انسيدة ده الانبيب نعم يبقى اذا هذه هي الحالات اللي مخصورة على استخدام اطفال الانبيب بالحقن المجهري في بعض الحالات اللي هو العقم غير مبرر السبب يعني بنلاقي الانبيب مفتوحة بنلاقي البويضة موجودة بنلاقي حيوانات منوية موجودة ولكن يمر عليهم خمس سنوات ولم يحدث الحمل سبحان الله وده لقناه لسبب غريب جدا برضو الحيوان المنوي اما بيغذف زي ما قلت الحريك في المهبل يدخل من عنوق الرحم الى الراحم الى الانبوب عشان يلتقي بالبويضة يجي يلتقي بالبويضة عشان يحدث الحمل لازم الحيوان المنوي يدخل داخل البويضة في هذه الحالة ترفض البويضة استقبال الحيوان المنوي سبحان الله زي ما بيحصل بالظبط حريك ممكن تيجي تتقدم لوحد السيدة ولاك لا يعني يعني ما فيش انسجام بيني وبينك قد يحدث هذا بنفس الطريقة ما بين الحيوان المنوي وما بين البوايدة نتيجة لكده احنا بنعمل ايه؟ كل اللي بنعمله بناخد البوايدة برة وبناخد الحيوان المنوي بتاع الزوج برة ونحقن الحيوان المنوي بابرة بنغزب عن البوايدة بقى بنغزب عنه بنحقن الحيوان المنوي تحت المجهر اللي هو المايكروسكوب عشان كده نسموه اطفال الانبيب بالحق المجهاري لاننا نحقن الحيوان المنوي داخل البويضة عن طريق حقنا وعن طريق المجهر واعنا شايفينه فالليتين بدخلوا ببعض ويحصلوا للتخصيب ينتج عنه خلايا الخلايا دي بننقلها داخل رحم السيدة اللي بيستقبلها بعد كده وربنا بيصر بإذن الله ان شاء الله بيعدو سلح النسب نجاحها سابتة ولا بتغيرها دكتور؟ متغيرة طبعا متغيرة وليها أسباب كتير في التغير يعني حضرتك أولا كل حالة خاصة لها لها ظروف خاصة كل زوج وزوجة ليهم ظروف خاصة كل زوج وزوجة ليهم ظروف خاصة اختيار المكان اللي بتعمل فيه ده مهم الحق المجهري ده مهم جدا ومش هقول لحضرك المكان فقط ولكن المكان ملخصا في كلمة واحدة بس معمل المعمل اللي بيتم فيه عمل أو حقن الحيوانات المنوية داخل البوايد معمل أجنة اسم ده ما أعمل ليه مواصفات أنا مش هقول لحضرك مواصفات عالمية وليه محددات لازم تكون متوفرة عشان يحدث نسب النجاح وبالتالي بتلاقي فيه حضرتك نفس الزوج والزوجة يروحوا يعملوا بالخمس والست مرات في مركز ولا يحدث حمل ويروحوا في مركز تاني من أول مرة ما شاء الله يجيبوا عايل واثنين وثلاثة ودي على المهم السهل أبدا عشان كده يمكن وزارة الصحة بتادت تتجه اتجاه حديث وده أنا فخور بجدا بيه وسعيد جدا بيه إنهم امتدوا يعملوا نوع معين من أنواع السيطرة على مركز أطفال الأنبيب لأن للأسف الشديد مركز أطفال الأنبيب يعني وضع كود لها أو معايير معينة واشترافات بالزبط لأن للأسف الشديد في فترة آخرينية أنا مش هقول لحضرك مركز أطفال الأنبيب انتشرت أنا أسف لو لو لك فيه بعض مركز الأنبيب تحت بير السلم كالعادة يعني للأسف الشديد وبيتعمل فيها حاجات كتير لأنها رخيصة والناس للأسف الشديد غلابة مش شايفين مواحدة كما تقولهم بيتش عبطوا في أي حاجة دكتور بالزبط زي ما قلت الحراج ابتدت كلامي قلتلك أن تأخر الإنجاب مشكلة اجتماعية أكتر منها مشكلة وبالتالي فشل الحقد المجالي له أسبابه ومش عاصي على التفسير كل برضو حاجة لها أسباب يعني زي ما عندنا نجاح فيه فشل وكل حاجة معروف أسبابها تقريبا إلا الجانب بقى الخاص يعني بإرادة المولى سبحانه وتعالى تمام لاللي قلنا بناء عليه لو جيت حسابت حضرتك أن النسبة النجاح تتصل إلى 55-60% لكن ما زال أن 40% كل مئة حالة بنعملها أطفال أنابيب أي نعم 60 بيحملوا لكن ما زال 40 ما بيحملوش بدون سبب واضح من عن توفيق ربنا يعني في الآخر توفيق ربنا هو بالتأكيد بالتأكيد المهم يعني بناخد بالأسباب بالتأكيد أمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم